الشابتر العاشر يتكلم عن السترس شن يعني معناها التجديد تعريف السترس كلش مهم السترس is the degree of force used in pronunciation of a certain syllable هذا هو تعريف السترس شنو التجديد يعني معناها هو درجة من القوة أي قوة؟ قوة مع العضلات؟ لا شنو مع العضلات؟ قوة مع التجديد مع النطق باللسان بالكلام ومو مع العضلات؟ لا إذن هو درجة القوة المستخدمة في نطق مقطع معين لما أنا أركز على صوت معين بتيتا فنتك 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 object subject subject مرات يقولون object 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 مرة التجديد يكون على الجه ومرة التجديد يكون على الباول إذن هذا هو التجديد أنا أركز بالنطق وموجود حتى عندنا باللغة العربية حسنا لما نقول حمام حمام يعني طير حمام حمام تغير المعنى تغير المعنى من أقول عقد عقد يعني عقد هذا عقد ما الزواج ولا أخر من أقول عقد من أكدت على الأقة تغير المعنى إذن stress هو عبارة عن تجديد على حرف أو صوت معين في هذه الكلمة طيب syllable is marked by upper small vertical line وهذا المقطع دائما والتجديد نقدر الميته من خلال وضع نقطة فوق الصوت يعني دائما التجديد يعني يكون عبارة عن وضع نقطة صغيرة فوق الصوت هذه النقطة هذه النقطة هي دلالة على أن هذا المقطع مشدد دلالة على أن هذا المقطع مشدد يعني إذا ما عندي نقطة معناها أنا ما عندي تجديد إذا ما عندي نقطة يعني أنا ما عندي تجديد هذا هو بالنسبة للسترس هذا نعيد 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 مرة أخرى شنو يعني معناها تجديد على جزء معين من الكلمة والتجديد يغير المعنى بالإنجليز وبالعربي حتى بالإنجليز حتى بالإنجليز يغير المعنى يعني object تختلف عن object معاني مختلفة object واحد وobject واحد إذن 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 ورح نأخذ أمثلة على هذا الموضوع أيضا طيب والتجديد دائما نخلي نقطة صغيرة فوق هذا الحروف للدلالة على أنه مشدد مثال على ذلك عندنا كلمات مشددات في البداية عندها كلمة فاذا 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 تجديد بالبداية بأول مقطع فاذا عندها تجديد بالوسط potato potato تجديد بالوضع عندها تجديد بالمقطع about receive تجديد على في الأخير تجديد على المقطع الأخير هاي دليل هاي أمثلة تقدرون أنتم بس تطلعون عليها طيب راح نأخذ فاذ شيء آخر هنا مكتوب هنا فه تجديد على الفه هنا بالنص هنا بالأخير هنا بالأخير يعني هو مكتوب final middle first راح نأخذ فاذ شغلة أخرى خلينا ننتقل على فاذ مفكرة أخرى وهي فاذ شيء اسمه بالأخير 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 هو عبارة عن حالة والتي المسؤول عنها أربعة عوامل بالأخير 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 خلان أنا عندي كلمة هاي الكلمة يكون بها بروز شوني بروز؟ شايف السلام الموسيقى لما يرتفع الصوت لي فوقه ينزل؟ شايف لما الأصوات ترتفع تنزل هاي لما تسجل صوتي؟ هو هذا البروز مرتبط بهتش أمور يعني بس حتى تواصلكم الفكرة بس حتى تواصلكم هذا تعريف البروز كله مهم اخوان تعريف البرامننس هذا تعريف مهم لأنه يرتبط بأربعة عوامل شين هي أربعة عوامل اللي يرتبط بيهن؟ يا باه ذن شقدت مهمات اخوان بدون ما أقريكم بالقرآن الكريم ذنجايات بالامتحان العوامل الأربعة اللي يعتمد عليهم علوه الصوت أو اللي هو اللي يسمونه البرامننس أربعة عوامل شين هي؟ اللاودنس، اللينكس، البيتش، الكواليتي كواليتي أربعة عوامل يعتمد عليها البرامننس هذا السؤال جاي نصا بالامتحان راح يجيك بالامتحان هذا السؤال مهم جدا هذا السؤال جاي ترى مهم وكلش مهمات قدامك تحفظ إياها نحفظ وتحفظ السؤال هذا عليك طيب، أولا عندك اللاودنس اللاودنس يعني معناها علوه الصوت اللاودنس يعني معناها علوه الصوت اللاودنس is a component of a prominence of stressed syllable اللاودنس اللاودنس هي واحد من العوامل البروز واحدة من عوامل البرومننس اللي معناها تخلي الصوت مرتفع أو منخفض طيب، يا شن هي أصلاً علوه الصوت؟ يعني معناها هل الصوت مرتفع؟ مرتفع أسه اللاودنس مرتفع، هذا صوت مرتفع لو هل الصوت منخفض؟ هس أنا قاعد أتكلم على كيفي؟ منخفض؟ هذا هو معناها اللاودنس صوت مرتفع؟ لا، لو منخفض، هذا هو المقصود باللاودنس إذن ارتفاع الصوت وعلوه مهم جداً في المقطع طيب، طبعاً شو كنت ترفع الصوت ونخفضها؟ أكون مواقف راح ناخذن يعني، الوقت يكون أكيد يعني ثانياً اللاودنس الطول تحديد الصوت مرتفع أم قصير في المقصود أيضاً عندك الطول هل الصوت هذا طويل أم قصير؟ بيه مد؟ لا، ما بي إذا الصوت ما بيمد، مو مذل بيمد إذا كان المقطع طويل، يكون مشدد إذا كان المقطع طويل، يكون مشدد أما إذا كان المقطع قصير، يعني قصدي الصوت قصير، فراح يكون غير مشدد كذلك عندي اللي هو، طبعاً هذا كلش مهم، هذا كلش مهم شن هي طبقة الصوت، ما هو طبقة الصوت؟ It is close related to the frequency of vibration of the vocal cords معناها هي علاقة اهتزاز الحبالة الصوتية، الحبالة الصوتية حركتها هذه الحركة هم مهمة باتجديد شو يعني مهمة؟ إذا كان المقطع طويل قصير كثير من المقطع الطويل النقطة في الناس كذلك المقطع طويل نقطع طويل الدكتح كذلك المقطع الطويل نقطع الطويل هذه الحبال الصوتية يعني انسداد وانفتاح الشباس لمن ينفتح وانفتح طيب اوكي اذا شنه يعني طبقة الصوت يعني احتزاز الصوت حركته وسدده يعني تنفتح الحبارة الصوتية تنسد وتنفتح اوكي عرفنا هاي بالله طيب يعني يعني مفتهمت شنو ذنهاي شنو علاقتها شنو علاقتها شنو علاقتها بالتجديد اوه خوش سؤال سؤال مرتب انا راح اقول لك شنو علاقتها انو اذا كان اذا كان الاهتزاز قوي اذا كان عندك اهتزاز قوي معناها عندك المقطع مشدد اذا ما عندك اهتزاز يعني معناها مقطعك ما مشدد ها هي الفكرة اذا انت عندك هو قوي الشباس ينفتح وانفتح 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 اذا الوضع مشدد اذا الصوت مشدد اذا كان ماكو عندك اهتزاز للحبارة الصوتية يعني الشباس واقف لا ينفتح ولا ينفتح اذا انت المقطع غير مشدد اصلا مقطع غير مشدد هذا هو المقصود بطبقة الصوت قاعدة أشرح ذني مو متشدد هسه أنا هذا الصوت اللي قاعدة أحكيه مو مشدد مربوط ملحوم هذا بلاعيم زرفا من كثر السوالف الحبالة الصوتية مالتي لو عدها السان كان اشتكت من كثر ما صحيح والمشكلة مهنة المشكلة والضيم الأكبر تشرح وهاي ورحوم في الجامعة والله ما بتهمني ما لحقنا نقرأ هو يفتهم من عندي يفتهم المادة ويباوعها وكلمة بس من يروح ما لحق يقرأ ويروح في الجامعة أو للنماء مجاوب يا أبو المصيبة هل يصير مصيبتي العامل الرابع اللي يؤثر على المقطع هل المقطع هذا مشدد أم غير مشدد وهو الـQuality المقطع يؤثر على الصوت العلة يعني هل هذا المقطع هو مشدد يعني الـQuality يعني جودة نوعية الصوت نوعية الصوت هل هذا الصوت يحتوي على مقطع علة طويل الصوت علة قصير هذا هو المقصود بها يعني هل المقطع هذا هذا المقطع يحتوي على أصوات العلة ذلي اللي هنا دائما قصيرات هل يحتوي على صوت علة طويل والنقطين هذا هو معناه turkey يعني نوعية السوت стран هناك ملاحظة مهمة ثم نحفظهن أربعتهن وكل سؤالهن هذا وإن؟ The characteristics of the prominence of syllable آه كل هالسئلة تجعلي انت إحنا من نشوف prominence هذا طبعا تعريف إذا جاب ليها كتعريف فهاي أيضا حتى تعريف تجيني يعني عادي كتعريف هاي هاي قلناها من البداية هاي تعريف مالي طيب الآن عدنا شغلة مهمة هناك ملاحظة صغيرة يقول The four factors may work together to make the syllable prominent sometimes only two factors would like to the syllable prominent but not all the factors are prominent يعني مو كلهن نفس القوة أقوى شي بيهن أقوى شي لكوالتي بعدين loudness عفوا أقوى شي هي هنا The pitch The length loudness and equality يعني معناها شنو؟ يعني معناها أقوى شي عندي pitch بعدين length بعدين loudness بعدين quality يعني أقوى شي إذن الأثنية اللي هما pitch واللنكث اللي هو حركة الحبال الصوتية واللنكث يعني طول الصوت وراها يجين عندي loudness and quality بالترتيب يعني يعني جايات جايات مننا وتصعد لي فوق تبدي مني الترتيب تبدي مني الترتيب تصعد شوي loudness النوبل يعني أقوى شي هو عندك هنا أكثر واحد يحتوي على تأثير هو تردد الحبال الصفية هو تردد الحبال الصفية هو تردد الحبال الصفية أي stress level and stress placement هذا السؤال يجينيج يعني مستويات التجديد مستويات التجديد التجديد إلى مستويات أو إلى خلينا نقول يعني أنواع أو قوة أنواع التجديد يعني مراحلة أول نقطة هي primary stress يعني معناها التجديد الأساسي أو التجديد خلينا نقول الأصل القوي اللي هو الأعلى التجديد اللي هو يسمونه primary stress يقول is the strongest level of stress وهو أقوى تجديد طيب وهو أقوى تجديد حلو وهذا شبيه دائما يخلون نقطة ليفوق مات إذن أول نوع إلى نواع التجديد اللي هو التجديد القوي أو التجديد الأساسي التج... تغفر الله التجديد الأساسي بهذا التجديد يكون أقوى نقطة ليفوق بهذا التجديد يكون عندي نقطة ليفوق primary stress تعريفة مهم جدا وتكون دائما النقطة ما تليفوق النوع الثاني من التجديد وهو اللي يسمونه secondary stress شني يعني secondary stress The second level of stress ثاني نوع من أنواع التجديد وهو اللي يسمونه اللي يسمونه The secondary هذا التجديد is marked with a هذا التجديد مو كلش قوي تجديد خفيف خفيف جدا هذا التجديد دائما يكون يعني ضعيف يعني شون ضعيف يعني مو كلش قوي وتكون علامته لي جوه تكون علامته لي جوه يعني مو فوق تكون جوه The second stress is marked with a low down vertical دائما تكون جوه وصغيرة تكون زغيرة يعني أقل شوية يكون هذا التجديد نوعه أقل يعني وأكثر الأكثر الناس أصلاً ما يردونه ما يردونه ليش لأنه أصلاً هوم ما رح يسوي التأثير يعني وجوده أو عدم وجوده نفس الشيء وجوده أو عدم وجوده نفس الشيء أذن أهم شيء هو الأول طيب ثالث النوع اللي هو اللي يسمونه totally stress وهو ثالث نوع من أنواع التجديد وهذا النوع طبعاً يخلونه إلى دوارة صغيرة فوقها خلونه إلى دوارة صغيرة قبل 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 يعني تكون جوه صغيرة هذا النوع هذا النوع تكون جوه يعني سنأخذ عليها مثل أصلاً سنأخذ مثل هذا النوع وهذا النوع دعونا نخلونا بيدور إذا حتى ما نسي النوع الأول النوع الأول تكون نقطة فوق الصوت النوع الثاني تكون جوه الصوت النوع الثالث تكون دائرة النوع الثالث تكون عندي دائرة تعريف عندي نحن نأخذ النوع الرابع وهو أنستress الصغير يعني المقطع غير مشدد أصلاً هذا لم يكن لديك تجديد أصلاً هاية الأمثلة أنا هنا ثالك كلمة خلو عندك تشديد عندك عندك دوارة وعندك مثل كلمة دي أو هاي أو هاي كلمة غير مشددات أصلاً يعني كلمة عادية واقفة مثل ما كلش مهمات جيك لسؤال جيك لسؤال جيك لسؤال إذاً راح يجينا السؤال ممكن نجيب لتعريف لفرايمير سترس سكندر سترس أي تعريف من أذني بالإضافة إلى أنه إحنا ننطي مثال أريد أن نوح على شغلة مهمة تخيلوا يعني تخيلوا إحنا عدنا مشكلة بالعراق دائماً نحب الإنتقاد يعني مع احترامي للكول يعني أساتذة بالجامعات دكتور دكتور ما أكو أساتذة تبقى ما لدي أسمي أسمائهم أكو أحد الأشخاص دارس بأمريكا ودارس بريطانيا عنده شهادة تموت أطول مني ومن آلاف المدرسين اللي بالعراق لا سوا فيديوهات لا سوا ملازم ولا فادي الطلاب هو وكلما شاف كلما شافني آني نسوي فيديو يعلق لي يقول لي أنت نطقك مو صحيح يعني أشرح فيديو كامل بلعيم يتورر على موث كلمة واحدة أخطأ بالنطق أطلعت أنا مجرم أطلعت أنا خربت العملية التربوية كلتها والله يا أخوي أنا عراقي وأمي عربية أكيد يعني شو تريدني لازم أخطأ بالكلمة أو كلمتين لا شو تريدني أنا مثلاً هل قال أولا كان أبوي من لندن أو ما هو أنت اللي دارس بأمريكا ودارس بلندن يلا وينك شوفنا كوامك يلا شوفنا عضلاتك فيديو هاي العالم الخطير الطلاب اللي قاعد تريد تتعلم تدخل دورات عالم تريد تتعلم يلا وينك فيدي فيدي العالم هاي فيدي ليش بسا قاعد تعلق طبعاً بعض الأساتذة وبعض الطلاب أيضاً يعني بعض الطلاب أيضاً لذلك لذلك يعني حبيت أوجه نقطة يعني أنتم تسمعوني هسه أنه أنه ترى إحنا عربي يعني أنا إذا كلمة ما عرفت تلتقى ترى أنا ما أخطأت ولا خربت العملية التربوية يعني عادي 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 بشار وعادي أخطأ يعني كلمتين وثلاثة واربوعة وعادي مو مش كلمتين أنت عربي مستمد أغطيك قرآن تعرفت قلنا لا ما تعرف اللي تخطأني هو عربي فالمسألة يعني عادية إحنا دعنا نلقى الفكرة ودعنا نفيدكم بالشيء اللي نقدر عليه فهذا اللي إحنا إن شاء الله نحاول نلقى